عام مثقل بالأزمات والدماء والدمار والخراب عاشته غزة وأهلها فقد شهد العام 2014 أحداثا جساما ضعفت من أوجاع غزة المدخمة لتعلن السلطة الفلسطينية أن غزة منطقة منكوبة ففي الثامن من تموز شنت إسرائيل حربا مسعورة على غزة أودت بحياة آلاف الفلسطينيين وشردت عشرات الآلاف وما زالت آثار الحرب ماثلة في مجمل حياة الغزيين اليومية ورغم أن العالم قد تداعى لمؤتمر في القاهرة لإعادة الإعمار فقد بقي الأمر معقدا ومشلولا بفعل استمرار الأزمات والاتهامات بين حركتي فتح وحماس التي وقعتها على اتفاق لإنهاء الانقسام عرف باتفاق الشاطئ في نيسان إبريل كما قالت القيادة لابد أن ننهي فصل الانقسام البقيد وجرى تشكيل حكومتي وفاق وطني لم تتمكن لحد اللحظة من القيام بمسؤوليتها تجاه غزة رغم الإعلانات المتكررة عن الوفاق والاتفاق لتبقى غزة وأهلها ضحية صراع على سلطة تحت الاحتلال الإسرائيلي لم تتمكن من بلسمة جراح أكثر من عشرة آلاف جريحة أو أن تعطي الأمل لأصحاب البيوت المدمرة لكن الأدهى والأنكى من ذلك بعد حالة التردي واستمرار الانقسام بين حركتي فتح وحماس أن يشهد قطع غزة تفاعلات الصراع داخل حركة فتح التي بدت أكثر اضطرابا بعد إعلان رئيس السلطة رفع الحصان عن النائب محمد دحلان الذي خرج مؤيدوه بالآلاف معلنين رفضهم لقرارات عباس ومطالبين بوقف تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية مما زادت طينابلة داخل غزة التي شرعت السلطة في معاقبة معارضيها بقطع الرواتب عنهم ناهيك عن رفضها دفع رواتب الموظفين الذين عملوا مع حكومة حماس خلال السنوات الماضية ويشكل عام 2014 ذروة الكارثة والمأساة للغزيين بعد حرب إسرائيلية دامية وتكريس الانقسام والصراعات هذا كله إلى جانب المزيد من تشديد الحصار الإسرائيلي وإعاقة إعادة الإعمار فيما بقي معبر رفح شبه مغلق بالثثناء أيام معدودة للعالقين وأصحاب الحاجات الملحة بسبب الأوضاع الأمنية في صيناء المجاورة للقطاع واستمرار اتهامات الحكومة المصرية لحركة حماس بالتورط في الهجمات الدامية التي استهدفت الجيش المصري الشمال سيناء قطاع غزة يزداد حاله ترديا وعزلة بسبب حماس التي تنفي الاتهامة عن نفسها لكن الفلسطينيين في قطاع غزة أصبحوا في العام 2014 رهائن لإسرائيل شمالا وشرقا وغربا هي والبحر المغلق وللحدود الجنوبية مع مصر المغلقة سوداويا مر العام وانقضى ولا يبدو في الأفق آمالا كبيرة هذه هي غزة في العام المنصرم نيفين سليم الغد العربي غزة فلسطين إلى ضيفي في غزة الكاتب والمحلل السياسي سيد أكرم عطل أكثر من ألفين شهيد أكثر من عشر تلاف جريح خمسين ألف بيت ومنشأة بين هدم كلي وجزئي دفعت ثمن غزة في خلال 2014 طبعا قبل ذلك هناك كان حكومة توافق واتفاق وإعلان الشاطئ والكثير الكثير يعني غزة دفعت الكثير في 2014 كيف تقيم هذا العام؟ هذا العام هو العام الأصعب ربما على غزة والعام الذي نزفت به غزة دما وألما وحزنا وبؤسا وانغلاقا وفقرا وكل شيء غزة تعيش مأساة إنسانية وفي كل عام ترجو الأمل ولكن في كل عام يكون أسوأ من الذي سبقه عام 2014 عام قاسي جدا العدوان شرس ومخلفات الأدوان ربما دول كبيرة مثل أوروبا عانت بعض الحرب العالمية الثانية لسنوات غزة التي أصلا كانت تعاني من المشكلة زاد الأدوان طينتها بلة فغرقت في بؤس إنساني لا يمكن وصفه أزمة الأزمات في قطاع غزة هو معبر رفاح المعبر الذي أغلق بشكل شبه نهائي منذ العملية المجرمة ضد الجيش المصري هذه الجريمة التي ارتكبت ليس هناك ذنب لقطاع غزة ولا لأحد من قطاع غزة فيها وتدرك مصر ذلك بالرغم من إدانة العملية من قبل الجميع في قطاع غزة إلا أن مصر أغلقت المعبر وهذا شكل إضافة إلى كل الأزمات التي يمر بها قطاع غزة شكل أزمة الأزمات لماذا؟ لأن هناك طلاب في قطاع غزة يريدون أن يذهبوا مستقبلهم كان معهم منح دراسية طباء مهندسين يمكن أن يعودوا سنراهم بعد سنوات سائق تاكسي هذا إذا كانوا محظوظين هنا في غزة وهذا أحد من النماذج التي خلفها لأدوان بالإضافة للجرحة الذين هم عبئ كبير من بترت أطرافهم ربع الجرحة مبتوري الأطراف ومعاقين وهذه دول كبيرة لاستستطيع أن تتحمل مسؤوليتها المشكلة كل هذا يعني هذا نصيب غزة وقدر غزة قدر غزة دائما حروب وأزمات المشروع الوطني في غزة ودفيئة العمل والكفاح الفلسطيني غزة وفي غزة طلقت منها فتح وانطلقت منها حماس والجهد الإسلامي وجيفارة والانتفاضة الأولى وتتصدى وتتعدى وقدرها لكن الأسوأ ما فعله بها الأشقاء الإخوة الألداء الذين حتى اللحظة لم يستطيعوا التوصل إلى قواس مشتركة لم يستطيعوا حتى اللحظة من إنهاء هذه المأساة لإسمها انقسام هذا الانقسام الذي وجه لقطاع غزة ضربة مؤلمة وللقضية الفلسطينية أصابها إصابة مزمنة في عمودها الفقري بصراحة وأتت الحكومة وذهبت الحكومة وغادرت الحكومة اليوم ست ساعات عاد برنامج الكهرباء تأتي ست ساعات وتنقطع 18 ساعة الأمثلة ربما لا يتسع البرنامج لها ولكن غزة تراكم أزمات وهذه الأزمات تراكم أزمات اجتماعية اقتصادية إنسانية حياتية كل هذه الأزمات حولت حياة قطاع غزة إلى سجن كبير إلى مأساة إنسانية لا يمكن وصفها إلا لمن يعيش في قطاع غزة وأعتقد أنت زميلي جياب كنت هنا في قطاع غزة ورأيت كيف المشهد كان بائسا الآن أكثر بؤسا مما رأيت نعم دكتور أحمد رفيق عوض في رام الله إذا ما تحدثنا عن الوضع الفلسطيني هناك يمتد إلى ربما أكثر من ساعة في هذا الحوار ولكن بالتحديد استشهاد عضو مجلس ثوري لحركة فتح الذي يرأسه الرئيس محمود عباس أبو مازن التهديد بوقف التنصيق الأمني لم يحدث لجنة تحقيق لم نرى أي نتائج على الأرض وعندما يضرب جندي إسرائيلي شخصية بحجم وزير ويقتل أمام عدسات الجميع وحتى الآن أين موقف السلطة الفلسطينية ما زالت تناور بتهديدات ومحاسبة ومحكمة جنائية دولية وفوق كل ذلك هناك تقصير تجاه غزة بحسب مراقبين وأيضا هناك إحداث لمشاكل داخلية داخل حركة فتح وعلى رأسها قضية سحب حصانة برلمانية من النائب محمد دحلان كيف تقيم هذه الإشكاليات بالتحديد وهي الأقرب للشارع والمواطن الفلسطيني نعم هذه أزمة الأزمات يمكن قول أنه 2014 هو عام التفكك عام التفكك أنسك كثيرة فلسطينية وربما عربية نحن في أزمة أمام المشروع الوطني كله الحركة التحر الوطني الفلسطيني أزمة سلطة أزمة جمهور حتى الجمهور الفلسطيني الجمهور هنا على الأقل في الضفة الغربية يعني يحاول أن يشغل عليه بحيث أنه يتفكك ويسمن ويصبح له أجندات مختلفة وتعاد فيها أولوياته على عكس ما تحدث في زميلنا وصديقنا أكرم في قطاع غزة الذي عمليا يضغط على خاصرتها الضعيفة من أجل توظيف هذا الحصار توظيف سياسي وأمني إلى آخره في الضفة الغربية على عكس ذلك تماما الأزمة هنا أزمة مجتمع أزمة سلطة أزمة رؤية كبيرة أزمة جمهور وأزمة منخب وأزمة مثقفين أزمة مجتمع مدني نحن بعد 20 سنة من اتفاق أسلو وفي سنة 2014 ذروة هذه العورات تكشفت كل هذه العورات وعلى كل المستويات على مستوى الأدب الصحافة المجتمع المدني وبالتالي هذا التفكك هو الذي جعل من استشهاد أبو عين يذهب هكذا وكأنه حادثة عرضية رغم أنها ليست حادثة عرضية بالمناسبة حادثة استشهاد أبو عين حادثة يجب التوقف عندها طويلا ولكن كما قلت لأنه نحن داخل ذروة أزمة مرت الأمور وكأنها عرضية وهذا ربما كان الكشاف الحقيقي لما وصلنا إليه نعم دكتور ياسر هنا في الاستوديو البعض عزة عدم محاسبة إسرائيل أمام المجتمع الدولي لخلافات داخلية مفتعلة في الجسم الفلسطيني الحاكم أو الفصائلي أو حتى المجتمعي إلى أي مدى هذا صحيح؟ أنا باعتقادي أن الإشكالية تتمثل بعدم محاكاة القانون الدولي بإرادة سياسية متكاملة عدم وجود استراتيجية وطنية تقوم على أسس قانونية نحن حينما ذهبنا في 29 نوفمبر 2012 إلى الأمم المتحدة وحصلنا على صفة الدولة المراقب كانت الخطوة التالية مباشرة يجب أن تكون الاستفادة من هذا القرار والانضمام إلى اتفاقيات دولية تمكننا من محاسبة إسرائيل عن جرائم المقترفة بحق الفلسطينيين نعم انضممنا إلى مجموعة من الاتفاقيات ولكن ليست هي الاتفاقيات ذات الأولوية فحتى هذه اللحظة أكثر من سنتين نحن ننتظر الانضمام إلى محكمة الجناية الدولية نحن نذهب الآن إلى مجلس الأمن بمشروع مختلف عليه مع احترامي الشديد للتقرير الذي تقدمتم به أنا قبل أن أحضر إلى هذه الجلسة اطلعت على تصريحات قيادات اليسار الفلسطيني التي تعتبر أعضاء في القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية التي تقول كاملة أن مشروع التعديلات لم يعرض عليهم معنى ذلك كيف تتبلور الإرادة السياسية الفلسطينية من أجل ذلك هم يرفضون فبالتالي أنا باعتقادي أننا يجب أن نمتلك استراتيجية قانونية يجب أن نفعل أدوات القانون الدولي ودون ذلك سوف تبقى إسرائيل دونما مساءلة قانونية بالمطلق ولسيما أن انضمامنا إلى محكمة الجناية الدولية إذا ما حدث سوف يكون بالأغلب بأثر مباشر معنى ذلك أننا لن نسائل إسرائيل عن كافة الجرائم التي اقترفتها بحق الفلسطينيين ما قبل هذا الانضمام إلا إذا اعترفنا بولاية رجعية إلى المحكمة معنى ذلك أن إسرائيل الآن أفلتت من كل المساءلات القانونية السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى ولماذا ذهبنا إذن من أجل مضيعة الوقت إلى الأمم المتحدة لماذا نذهب الآن في مشروع أنا حسب ما اطلعت عليه حتى هذه اللحظة يفتقر إلى الأدوات التنفيذية في المشروع معنى ذلك أن المشروع الذي نذهب إليه سوف يكون بالأحسن الاحتبالات استنادا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وليس استنادا للفصل السابع معنى ذلك أنه مشروع كغيره من المشاريع حتى لو لم يتعرض إلى الفيتو الأمريكي سيد أكرم عطل في أيضا خلال 2014 وقبل أسابيع نتنياهو يقيل اثنين أو ستة وزراء من حكومته ينهي عمل الاتلاف الحكوم الذي شكله يدعو إلى انتخابات مبكرة هروب من أزمة إلى أزمة لإنقاذ نتنياهو أليس كذلك هذا صحيح وهذه الحكومة التي مضى عليها عشرين شهر وصارت بشكل متعرج وتعرضت لكثير من الأزمات أزمات داخل الإتلاف يعني كان نتنياهو يصارع داخل هذا الإتلاف وهذا ما جعله مشلولا غير قادر على التحرك لا للأمام ولا للخلف لأنه يريد إرضاء كل الأحزاب وشهدنا بعض الأحزاب تعارك في هذه الحكومة ذات مرة نفتالي بين الطالبة بإقالة لفني والصراع داخل هذه الأحزاب ثم أتى دور وزير المالية يائر لبيد ثم قرار رفع الضرائب وكذا إلى أن انحلت هذه الحكومة في إسرائيل علينا أن ننظر لمسألة واحدة وهذه أعتقد هي التركيب النظام السياسي في إسرائيل النظام السياسي في إسرائيل منذ سنوات وهو آخذ بالتكسر هكذا وصف لأنه ليس هناك عمود فقري للنظام السياسي الإسرائيلي وبتالي هذا الاضطراب في الحكومات هي نتاج لهذا السبب بمعنى أنه في الماضي كان الكنيسة 120 مقعد في الماضي كان هناك عمود فقري 44 مقعد 45 48 حزب العمل أو الليكود إلى أن مثلا في شارون 38 مقعد يساوي تلت مثلا قريب من تلت الأعضاء الكنيسة لكن الآن عندما نتحدث عن حزب حاكم الليكود الآن بالاستطلاع 22 مقعد من 120 مقعد علينا أن نعتقد أيضا مش بس الحكومة اللي تم فكها أيضا الحكومة القادمة عندما يكون عمودها الفقر 22 لنا أن نتصور كم حزب بالضوضم مش أن يصل لأكثر من 60 مقعد ومش 60 وبس ولا 68 لا يضع عادة الحزب الحاكم نفسه رهينة إذا انسحب أي حزب مثلا عشرة والحكومة 68 بنسحب حزب فتسقط هذه الحكومة بسعى يوصلها لفوق السبعين حتى لا يؤثر عليها تهديد أي حزب بالانسحاب تبقى خاضعة طيب مش أن يصل من 22 في الاستطلاعات الآن ل75 أو 78 لنا أن نتخيل في هذا التشضي في الداخل الإسرائيلي كم حزبه كيف سيرضيهم وبالتالي هذا الأزمة مش أزمة فقط حزب الريكود هي أزمة النظام السياسي في إسرائيل الذي لم يعد له عمودا فقري نعم دكتور